استعدادات زين ومية للجواز ويه كرم موجود في المستشفى ومريض وتعبان جدا النهارة هلتكلم عن احداث حلقة 73 من مسلسل الثمن وحنشوف ايه اللي هيحصل وحنلاقي ان خلاص علاقة صارة وزين تقريبا انتهت ودلوقتي زين بيتجوز بمية وبيجهزه كل حاجة وبيستعده المصايب كمان بتطارد إبراهيم بسبب الضراب اللي تورط فيها وبيقرر ان هو يبيع المعمل لانه عوشك على الافلاس وتناقش مع الفراس علشان خاطر يبيع المعمل وده هيكلفه كتير جدا اما عن حالة كرم فبتسوق وبتم حاجزه في المستشفى صارة وتيما بيتكلمه في مسألة ازاي هيقوله لزين بمرض كرم تيما شايف ان ده الوقت المناسب ان هو لازم يعرف لكن صارة بتقول لا بنشوف بعد كده ان تيما بتروح وبتصارح كرم بحقيقة مشاعرها وان هي بتحبه من زمان وان هي تحب جدا تكون جنبه وتدعمه في لحظات مرضه لكن للأسف بيصدمها وبتكون الصدمة قوية جدا لما يقولها ان هو بيحب بنتي تانية في نفس الاحداث بنشوف ان زين ومية قاعدين بره وبيتكلموا في تفاصيل للفرح وحيعملوا ايه بالزبط للفرح وصارة طبعا من بعيد شايفة كل ده وسكتة مية بتقول لزين يمكن الامر ما كان ببالي لكن في النهاية انت تريد الزواج نكاية في احدهم يعني انت عايز تتجوزني علشان تغز حد وطبعا قصدها على صارة ورغم انها عارفة كده الا انها عادي مستمرة انها تتجوز وما فيش مشكلة عندها طبعا المتابعين والجمهور علقوا على الحلقتين والحزن بيسيطر عليهم لان خلاص دلوقتي ما فيش امل في الرجوع زين وصارة وان موضوع رجوعهم ده بقى صعب جدا وكمام نفيش امل فيه اصلا والناس كلها بتتكلم ان احنا كنا عايزين يشوفوا القبل زين وصارة مش زين ومية وان الكاتبة بدأت تخرف وان احنا نتنكد عندنا كتير جدا وخلاص عايزين بقى نشوف صارة وزين مع بعض لكن للأسف يعني خلاص زين قرر يتجوز من الخميس صارة مش قادرة تروح وتتكلم محرجة تقريبا او ممكن مثلا ما يكونش هيصدقها وانه هو صدق فيها الخيانة فمش عايزة تروح المساسة بقصته بتدور حول صارة اللي بتضطر ان هي تقتارد مبلغ كبير من المال علشان تعالج ابراهيم بعد اصابته بمرض السرطان وبعد وفاة جوزها محدش بيرت ان هو يقردها المال ده فزين هو اللي بيديها الفلوس وبيقول لها يقضي ليلة معاه وبتوافق تحت الضغط علشان خاطر تنقذ ابنها ابراهيم وبتنشئ قصة حب كبيرة بين زين وصارة لكن الحال دلوقتي كل ما يحاول يقربه من بعض بيرجعه تاني ومن الواضح ان زين بيستعد خلاص للجواز من مية فهل ممكن يعرف الحقيقة وحقيقة موضوع القرم وانه مريض وانه صارة كانت وقفة جنب وما خانتهش قبل الجواز ولا لا الفيديو بيخلص ربكونا لإعجابكو اشوفكو على خير في فيديو تاني وبرضو حب اقول ان القصة مقتبسة من مسلسل ويبقى الحب لكن فيه تغيرات يعني كتير جدا على الاحداث من قبل الكاتبة يما مش هدي حول التغير الكاتب في الاحداث لان المسلسل الاصلي قديم من 15 سنة اشوفكو على خير في فيديو تاني باي باي